بسم الله الرحمن الرحيم يخفر عنه كثير من الناس الرسول عليه السلام يقول خير بقاع الأرض المساجد وشر بقاع الأرض الأسواق الأسواق يعني يجذب فيها ويحلط فيها في اليمين ويحلف فيها بالطلاق ويسب الدين وتفعل فيها كثير جدا من الشرور يعني كثير من الشرور تفعل في الأسواق لذلك علمنا الرسول صلى الله عليه عليه وسلم أن ذكر الله سبحانه وتعالى في الأسواق كله ثوابا عظيما جدا فربنا سنى لنا هذا الزكر وعلمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قولة حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت بأدل الخير وهو على كل شيء قدير وإله المصير كتبت له بان الله له قصرا في الجنة وكتبت له ألف ألف حسنة وخطت عنه ألف ألف خطيئة وألف ألف سيئة الدعاء مرة أخرى من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت بأدل الخير وهو على كل شيء قدير كتبت له ألف ألف حسنة وخطت عنه ألف ألف سيئة وبنى الله له قصرا في الجنة وفي رواية أخرى كتبت له ألف ألف حسنة ووضعت عنه ورفع له ألف ألف درجة ثواب عظيم لا يحصيه عقل والأسف الشريد معظم الناس إلا من رحم ربي يدخل السوق ويخرج يضيع هذه الفرصة العظيمة أنا أرى أن الإنسان اللي يضيع هذه الفرصة إنسان غير مختام للعقل يعني الذي يعرف هذا الثواب العظيم ما يضيعه عامدا متعمدا يعني الرسول عليه السلام يقول في الحديث ما من رجل يمشي في طريق أو يجلس في مجلس ساعة لا يذكر فيها الله سبحانه وتعالى أو يصلي فيه على النبيه إلا وكان عليه حسرة وطرة يوم القيامة وإن كان من أهل الجنة وإن كان من أهل الجنة ما بلج في الأسواق اللي هي شر بقاع الأرض لذلك الذكر في الأسواق كله ثواب عظيم جدا يعني إزاي إنسان عقل يضيع هذا الثواب إنسان إذا دخل السوق يعني عشان يشير بعض الطلبات أقل ما فيه حيوض عشر دقائق أنت في عشر دقائق تطيع هذا الذكر عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والله الحمد يحي وميت وهو حي لا يموت بهادر الخير وهو على كل شيء قدير ولاه المصير عشر مرات ستأخذ عشر مليون حسنة وتحط عنك عشر مليون سيئة ويبنى لك عشرة قصور الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث قصر النبي والشهيد في الجنة به خمسة آلاف غرفة خمسة آلاف غرفة الخيمة في الجنة بها طولها في عرضها ستون ميلا في ستين ميلا ستين ميلا في ستين ميلا يعني تلات تلاف و ستمئة ميل مربع لو قلنا ساحتها زي من ساحت الغرفة يبقى ادرب تلات تلاف و ستمئة في خمس سلاف من ساحت الغرفة خمستاشر مليون ميل من ساحت القصر يعني ساحت جمهورية مصر العربية اكتر من عشرة مرات انت مساحت القصر روحة يبقى انت لو قلت عشق هذا الذكر عشرة مرات حسن للاجر عند الله صلى الله عليه وسلم تستطيع ان تضيف من مراسك في الجنة قدم ساحت مصر لوباما مئة مرة جمهورية مصر العربية كلها نهيك عن ما في داخل القصر من الثواري كل القصر فيه ملحقاته من الحور العين فيه ملحقاته من الولدان المخلدون كبا قال العلماء ان القصر الواحد لاصحاب الدرجات العولة بيكون فيه 70000 خادم من الولدان المخلدون 70000 خادم واصحاب الدرجات الادنى بيكون لأقل شيء 10-000 خادم كل خادم ماء صحاف من ذهب أو صحاف من فضة بيهن له منlabع أصناف الطعام غير اللي مع الشخص مع الولد الآخر يعني سبعين ألف صنف من الطعام مع كل واحد غير الآخر خدم في الجنة ولدان مخلدون كان لهم لقم منثورة بيخضبوك ده في القصر الواحد فقط يبقى أنت لو بنيت عشر دقائق عشر قصور عضفت الميراثك في الجنة عشرات الملايين من القصر من ميراثك في الجنة عشرات الملايين من الأميال وأضفت في كل قصر من الحور اللي ملايهمهم وملايهم من الولدان المخلدون يعني عشر قصور قلنا في القصر عشرة تلاف فرسابين ألف يبقى مئة ألف خادم في الجنة خدتهم في عشر دقائق مع بناء عشر قصور يبقى الإنسان ما يضعش هذا السواب أبدا يعني لا ينبغي المؤمن أنه يدخل السوق ويخرج من دون يأخذ حسنات يعني إزاي يعني احفظ سمعك حتى من السب والشتم ويؤذن للصلاة ويتركوا الصلاة ويستمروا في البيع وعالحالف بالطلاق وسبب الدين نزه سمعك وخص صواب عظيم يعني ما تضيعش هذا السواب العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له من كله الحمد يحي وميت وهو حي ومبياد الخير وهو على كل شيء قدير وإله المصير ذكر بسيط جدا يعني والطول ما أنت ماشي عدت رهيب من الحسنات هتاخده ومراس عظيم من الجنة ستضيفه إلى مراسك ياريت كلنا يعني من النهاردة نحرص على هذا للذكر العظيم أي سوق أي مكان بيباع فيه أي فيه فرن عيش فيه بقاء فيه باع عجالين لا تضيعي هذا السواب طول ما أنت ماشي قل هذا السواب وأقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ترجمة نانسي قنقر